الميلف واش تحرفو على الميلف هاد العنصرات عنده اهمية كبيرة كبيرة بزاف في الالكترسيدي وفي الالكترونيك وعبارة عن سلك برك سلك ملفوف سلك ضاير 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 وخاصة كيكون ضاير على قلب من الحديد او الفيرايت راح تتبدل تبدل خصائص تاعو المميزة تاعو ميولي شغل سلك فقط من الخصائص تاعو انه يقاوم التيار المفاجئ ولا التغير في التيار هذا يسمحنا باش كي نحطوه في بداية الضارة الكهربائية راح يحمينا الضارة الكهربائية من تغير المفاجئ في التيار الكهربائي وكي يقاوم التيار هاداك يعود يطلقو بشكل مفاجئ بسرعة كبيرة وهذا يسمحنا باش نستخدموه في رفع الجهد مثل البوست كونفيرتر وتاني من الخصائص تاعو انه كيف مرفيه تيار يشكلنا حق المغناطيسي ضاير عليه وهذا الحق المغناطيسي هذا يمكننا باش نستعمله مثلا فليترونس فو باش ننزلو التيار الكهربائي ولا نطلعوه يعني تحويل التيار الكهربائي من فولت عالي الى فولت ضعيف والعكس صحيح ومن مميزاته الثاني كيف مرفيه تيار الكهربائي يولي عبارة عن مغناطيس يعني ذكير وهذا عنده بزاف استعمالات في الصناعات وخاصة المحركات بفضل القوة الحثية لولدها هاد البوبين هذه ابرز الخصائص تاع البوبين او الملف في الفيديو القادم رح نهضره على الاوبتو كوبلر هذا لي عنده ربع رجلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر